السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل ومحمد وعجل فرجهم يا كريم حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر بهذا الفيديو ان شاء الله انقل كلام احدى الاخوات من لبنان شجاعة فصاحة قوة بلاغة وهي تصف الحال الذي هي عليه نعم هي فرحانة بشكل جدا كبير بهذه الاحداث واقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عندما نرى او نسمع او نقرأ صلابة اهل البيت عليهم السلام وايمانهم المطلق والصبر على المصائب نرى بعض التجليات بشيعتهم اخواني اخواتي نعم نرى بعض 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 من صبر السيدة زينب عليه السلام بقول هذه الاخت الفاضلة الاخت اللبنانية لنستمع ان شاء الله لتمام كلامه وكالعادة لاننا نمتلك سلاح اعلامي بيد الاعداء نتمنى منكم عندما نحذف كلمة نحذف حرف نحذف صوت معين نتمنى منكم ان تتفهمون الحالة اللي احنا بها لنستمع لها تمام كلامه ولن التعقبات وخليكم الفيديو بعد الصلاة على محمد وعالي محمد السلام عليكم يا سيدات ايران العظيمات والسلام عليكم يا شباب ايران نحن في لبنان استشهد قائدنا السيد الله منذ عدة ايام ولكنني اريد ان اقول لكم انا نثابتون ومنتصرون يظن البعض الله فقد قوته بشهادة القادة ويظن البعض ان غض قوته بتدمير الجنوب ونزوح الناس من الضاحية وباستشهاد القادة والكثير من الجرحة والمدنيين وتضحيات الجمهور المقبلة اقسم بصوت دعاء الحجة وهذا الامام اقول لكم باننا لم نزدد الا بأسا ولتعلموا ان دماء القادة هي وقود الثورات اعلموا يا اخوتي ان الله عز وجل يقول في القرآن ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم هذه قاعدة كونية هذه سنة كونية نحن قدمنا اغلى القرابين للقدس ولفلسطين في سبيل الله اغلى القرابين لتمهيد ظهور الامام المهدي اغلى القرابين لنصرة الولاية ونحن عشاق الولاية عندما تقدم اغلى قرابينك وهي القائد لنصرة الولي ولفي سبيل الله هذا يعني ان تنصروا الله اننا نصرنا الله ولم ندخل ومعناها اننا سينصرنا الله ينصركم ويثبت اقدامكم سينصرنا الله نصرا عظيما عظيما وسيثبتنا تثبيتا عظيما عظيما نحن مطمئنون جدا ثابتون جدا واعلموا يا إخوتي أن زوال الكبير على يدينا وأن الثلاثين يعلمون أن أيامهم معدودة واعلموا يا إخوتي أن الجميع ينظر إلينا كأن الدنيا وقعت على رؤوسنا لا 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 اسبروا الله في الساحة وهل نسيتم الإمام عندما قال الله في الساحة اعلموا يا إخوتي كما قال نحن الذين نفتح الطريق أم للناس أمام النور ونحن صناع التاريخ واعلموا يا إخوتي أن الجميع يرانا أننا في عذابات وصعوبات وتحديات إلا نحن هل تعرفون كيف نشعر؟ نحن نشكر الله أن خلقنا في هذا الزمن ليكون لنا دور في تمهيد ظهور الإمام الكل يرانا في وضع صعب والجميع يظنون أنهزمنا ولكننا نحن نشعر بأننا موفقون جدا لأننا في مخاض الظهور ومخاض الفرج فليستشهد كل القاضة أراضيط يا رب خذ حتى ترضى واخذ أكثر اللهم تقبل منا سيدنا هذا القربان اللهم تقبل بنا في سبيل الظهور ونحن نرى بأم عيون قلوبنا إماما مهديا يفتح يديه الاثنين ويرقد نحونا والأمر لا يتطلب مننا سوى بضعة صبر وبصيرة وولاية إنا منتصرون وكما وعدنا السيد وكما وعدتنا يا سيدنا بالنصر دائما نعدك بالنصر مجددا الله أكبر حياكم الله من جديد ملاحظة كل هذه الحذف الكلمات وحذف الأسماء كان من المصدر والأخ صاحب المونتاج هذا شخص صراحة مبدع وشخص يعرف شن القوانين وسائل التواصل الاجتماعي لذلك هو وصف رسالة الأخت من دون أنه ينحذف الفيديو وهذه الرسالة يجب أن تصل وليس يجب أن تنحذف أخواني أخواتي هنيئ لها على هذا الصبر هنيئ لها على هذه الشجاعة أخواني أخواتي نتمنى حقيقة أن يفرج عن الأخوة في لبنان في فلسطين وأن يعود لهم السلام وأن يبقوا على ما هم عليه من صلابة العقدة قبل تحياتي وفي أمان الله